السلام عليكم ورحمة الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد رمضان مبارك سعيد عليكم كاملين ومرحبا بكم فيديو جديد اليوم شاء الله سنشارك معكم سلطة البيتزا المنزلية الرائعة سهلة التحضير والتي تكونوا عارفين اشنكدروا فيها والتي ستغناء عن شراء سلطة البيتزا المحلات والطريقة الصحيحة كيف تحتفظوا بها في المجمد وهذا السلطة هي انها متعددة الاستعمالات تقدروا استخدمها في البيتزا او لفت الدنجا المعمر كيفما كنت استخدمها انا كنتجي بنينة وحتى الليبات الليبات اللي كنتو زربانين غير كتتتتلقوا الليبات الليبات الوليداتكم فا نتمنى الفيديو يعجبكم وكنتمنى لكم فرجة ممتعة سنحتاجوا لهذا السلطة فلفلة اللي تكون حمراء مزيان كيفما كتشوفوا معي على هذا الشكل هذا سنحتاجوا البصلة اللي تكون متوسطة سنحتاجوا الخمسة الحبات يكونوا كبار ديال الماطيشال اللي يكون شوية طيبة وتكون حمراء مزيان وجوج ديال الفصوص ديال التوم هناخدوا كسرونا اللي غادي نحطوها فوق النار هنقطعوا فيها الخضرات ديالنا هنقطعوا الفلفلة بالنسبة للفلفلة ما غاديش نستخدمها كاملة لان سلطة البيتزا نبغوا دائما يعني الماطيشة هي اللي تكون باينة فما نكتروش من المكونات اللي أخرى نستفضغي من القيمة الغذائية ديالهم ولكن ما نكتروش منهم بالنسبة لك انتو غاديت تحتفضوا في المجمد فتضلوا نفس المراحل ولكن بدون توابل هنا انا غادي نستخدمها في هذه الليامات فغادي نضيف شوية ديال الملح باش هكا تنزلي الخضراء نزل ضغياء وطيب فما غادي نضيف حتش نقطة ديال الماء العافية اللي تكون مهيلة ونغطع ديالها كيفما كتشوفوا تلقات غير المادية لها محتاجتش نهائيا نضيف الماء مع التحريك من فترة لفترة ميما يطابط عن الخلاة برد باش نطحنها و هنا من بعد ما بردات خديت العاشواغ ديالي ما الأفضل انكم ما تديروش في الخلاط الكهربائي لانها كيبهات لها اللون الخلاط ما كيخليش لون ديالها الأصلي الحمر هنا راني نسيت الجلدى للعاشواغ غادي نديرها باش ما تبقاش تزعزعي ليا مهمة باش ما تزعزعي ليا وإلا ما كانتش عندكم العاشواغ تقدروا تديرو غير طحانة دياليد طحانة اليدوية هنا غادي نطحنها مزيان هنا غادي نطحنها مزيان وهنا من بعد ما طحناها كيف ما كتلاحظو كيبقى اللون ديالها أحمر اللون ديال سلسطة البيتزاة المحلات اللي كنشروه جاهزة يعني لو كن طحناها في الخلاط الكهربائي فاللون غادي بهات لها ما غاديش يبقى هاد اللون هنناخدوا نفس الكسرون اللي طيبناها فيها وغادي نصفوها من الزرعة ومن القشرة اللي كتبقى هكا كزيدة وغادي نحصل على واحد السلسطة اللي كتكون نرتبة وبالنسبة لأخوات اللي غايباي ويحتفظو بها في المجمد غادي نفس المراحل ولكن بدون التوابل غادي نجمدوها طبيعية هتديروها في زليفات هكي حتى تجمد ومن بعد ديروا القياس اللي بغيتو على حساب شنو عشان هتخرجوه كل مرة وغادي نطحنها من ذلك زليفات نضيف زيت الزيتون نضيف زيت الزيتون نضيف زيت الزيتون نضيف زيت الزيتون نضيف فلفل الأسود نضيف تحمير نضيف طماطم نضيف سلصة الحمراء اضافة اخرى نستخدمها في هذا الأسبوع فهذه الطريقة الصحيحة لكي تبقى مزيانة تبقى معي المراحل نحركها حتى تبقى السلسة تقيلة هنا كما تشوفوا وصلت للقوام اللي انا بغى اضافة اضافة الرائعة قبل ان نضيفها تبرد وهي سخونة نضيفه اضافة الرائعة وهو الزعتر ونحركها ونضيفها تبرد حتى نضيفها في القراءة هنا اخذت قرعة اخذتها من بيم اخوات غصلتها مزيان ونشفتها مزيان اوضع فيها السلسة سلسة رائعة ونضيفها اضافة الرائعة اضافة رائعة ونضيفها اضافة الرائعة ونضيفها زيتون كما تشوفوا اضافة الرائعة اضافة الرائعة اضافة الرائعة ونضيفها اضافة الرائعة وإلى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله اضافة الرائعة اضافة الرائعة اضافة الرائعة اضافة الرائعة اضافة الرائعة اضافة الرائعة